تحضر سوسا ابنها للعام الدراسي الجديد أيام ويلتحق إياد بمدرسته المؤقتة النزوح من قريته عيتارون الجنوبية بعد اندلاع المواجهات العسكرية في الثامن من أكتوبر الماضي قلب حياته التربوية رأسا على عقب أكيد هو نفسيا هلأ حاسس حاله أنه كيف تقول لك ملبك بوده يتعرف عبيقة جديدة عرفقة جديدة يعني حابب حتى يعني بعد عنده أمل لو فعلا بعدنا عشر تيام عنده أمل أنه يهدى الوضع يرجع مدرسته عبيقته عرفقاته وبالنسبة للمعلمات أكيد هو رح يتعرف عبيقة جديدة عمجتمع جديد فاتورة كبيرة دفعها القطاع التربوي في جنوب لبنان إثر اشتعال الجبهة بين حزب الله وإسرائيل نزوح أكثر من 150 ألف مواطن خلق أزمة لدى التلاميذ والطلاب عشرات المدارس أقفلت وحولت تعليمها عن بعد ومن التلاميذ من استطاع الالتحاق بمدرسة جديدة ومن لم يستطع ترك الدراسة بالكامل في عدد من التسرب حصل في تقديرات في أرقام تشير إلى تلت يعني حوالي 40 ألف من الطلاب هلأ ما عم بروحوا بشكل مستمر على المدارس أو عم بعانوا من صعوبة الاندماج بالمدارس يلي عم يتسجلوا فيها عن جديد أو الفئة التالتة منهم بعضهم بمناطقهم أو بمناطق محيطة وإنما استبدلوا التعليم الحضوري بالتعليم من بعد الحرب التي تتم عامها الأول قريبا حولت الحياة رمادا في القرى الحدودية ومستقبل عشرات آلاف العائلات لا يزال مجهولا بانتظار جلاء غبار المعركة أزمة نزوح أبعادها متشعبة وهي تتفاقم ماديا وبشريا وتربويا خاصة وأن أفق الحرب معدوم بالكامل وهي قد تستمر لأشهر عديدة قادمة ليال خروبي اليوم بيروت